السلام عليكم و اهلا بكم في علام اماني النهاردة هنعمل الهربك هربك لتنظيف وتعقيم وتطهير الحمامات والارضيات بالقوة السلسية للتنظيف ايه القوة السلسية دي اماني هنشوف حالا مكونات عندنا في المطبخ مش هنشتري حاجة من برا فعلا قوة سلسية تحفى يا جماعة تحفى زي ما احنا شايفين المنظر كده ولا هنحط لون ولا حاجة المنظر ده من حاجات احنا عملناها هنا في علام اماني هنكون بيها هربك تحفى جدا في التعقيم والنضافة ونضافة الارضيات بجد حاجة جميلة جدا ما تنسونيش في اللايك والسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل فيديو جديد من علام امان ان شاء الله اسيب لكم اللينك في الوصف بتاع كل المنظفات بتاعت القناة وكل انواع جميع انواع الصبو وكمان في التعليق المثبت من علام اماني تحت الفيديو تفرجوا عليها ان شاء الله تعجبكم واي وصفة عاوزنا قولولي عليها في التعليقات زي ما احنا شايفين كده شفاف وجميل الهربك معروف بلون ازرق بس احنا عملناه بحاجات طبيعية مش مشكلة لون المهم النضافة بجد نضافة هتبهرك هتخليكي يعني ايه الجمال اللي عملنا ده اول حاجة معي لتر من المية مية عادية مش سخنة ولا اي حاجة هنحط فيها تلات معلق كبار من النشا بالشكل ده ادي واحد و ادي تاني معلقة و ادي المعلقة التالتة وهدوب النشا كويس جدا جدا في المية خليكو معايا عشان الخطوات مهمة جدا عشان الهربك ينجح معايا وهنعرف ازاي هنخليه وهنحوله يبقى معقم و يبقى مطهر لكل الحمامات و جميع انواع الارضيات و ازاي هنعرف ان هو بقوة سلسية يعني ايه و ازاي بينظف قوي وجميل قوي كده في منتهى الجميل على فكرة الهربك اللي عملنا النهاردة مش بس الارضيات و الحمامات و معاكم لا ده كمان ممكن نستخدمه كشمبل السجاد هيخلي السجاد زي الفل و كمان هيعقم لك السجاد باضافة حاجات هتشوفيها دلوقتي في منتهى الجميل دلوقتي انا بحط معلقة من الصدى الكوية او الكنتور او البتاس سميه زي ما تسميه المهم هو مكون اساسي بيخلي الحاجة زي القشطة و بيسويه لي كمان النشا علشان يديني الجل اللي انا محتاجاه بدل ما اشتري تكسبون و مواد كيموية قد كده وبتكلفني كتير قوي احنا النهاردة هنلخص كل ده في الطريقة اللي هنعملها زيه بعد ما دوبت معلقة البتاس في نص كباية من المياه طبعا المياه بردة من الحنفية هيتحول معايا المحلول بتاع النشا والمية الى جل زي ما احنا شايفين كده هقلب كويس جدا جدا عشان يندمجوا مع بعض طبعا الجل هيبقى تقيل قوي و كل ده هيتخفف بالمية بس زي ما شفنا كده احنا عملنا الهربج شفاف و جميل جدا يعني لما تزودي مياه ما تزوديش قوي اهو بالشكل ده لسه هكملها مياه تاني اهو هكمل بقى كباية كاملة كده واحط كباية كباية لغاية ما شوف القوايا طبعا لسه في مكونات تانية مكونات التعقيم والتنظيف والتطهير كمان زي ما هنشوف كده دلوقت انا اديتكم فكرة غسل السجاد لان فعلا انا بستقدموا للحاجات دي وجربت يا جماعة على فكرة مش بقول اي كلام جربوا ودعوا لي ودعوا لي على الوصفة بتاعت النهاردة وصفة مش ممكن هربك مطهر ومعاكم وكمان اقدر اعاكم وطهر بالسجاد وبعد ما حطيت المكونات مع بعض وزودت كباية من المية بحط كباية من السابون شايفين تقل السابون اللي انا حطيته دا دا طبعا انتو كلكوا عارفينوا اللي عاملينه في عالم اماني هنا في القناة السابون سايل عايز اقولك يعني حاجة كده تحفى شايفين لونه عامل ازاي ولا لونه غير زي ما بيتقال ان الحاجة لونها بتغير ولا اي حاجة كل اللي بعملوني بخففه بمية لانه تقيل جدا ومركز هحط برضو كباية من الدوني الفاكرين الدوني دا عاملينه هنا في القناة اللي هو الكمفورت كباية من الكمفورت بالشكل دا وده اللي اداني اللون اللي عامل زي لون كده لبرتقان ولا لأمر الدين يعني اللون طبيعي انا محطتش اي الوان فيه كباية من الكمفورت عاملينها في القناة يعني عندي في البيت ما اشتريتش كباية من السابون السايل برضو عندي في البيت انا عاملها في القناة وما اشتريتش كونت ايه؟ كونت حاجة معقمة تحفى هحط حوالي كباية من الديتول الديتول دا انا جايبه سايب عادي من بتاع المنظفات رخيص وحلو يعني تقريبا بخمسة جنيه يبقى يملالك ازازة كبيرة اجد كده حوالي لتر او تقريبا الكيلو بخمسة جنيه في الحدود دي لان انا بشتري حاجات كتير مع بعضها فبقاش عارفة كل حاجة لوحدها بكي الديتول دا ينفع لو عندك ديتول من التاني الغالي ينفع ممكن تحط منه نص كباية كفاية قوي او ربع كباية كمان كده اصبح عندي التطهير بتاع الديتول والتعقيم وكمان النظافة والريحة والجمال بتاع الايه؟ الكمفورت اللي احنا عاملينه الريحة مش معقولة يا جماعة معطر وعايز اقول لكم بينظف وبيعقم وبيطهر حمامك دايما نضيف ارضياتك سجادك لو عايزة تشتقي تخسلي مثلا مشاية عايزة تخسلي سجادة حاجة كده فل اشتر بجد بينفعني في كل حاجة يا جماعة الحاجات دي والله بتنفعني في البيت جدا سميها اي مسمة هربك مطهر معقم مثلا شامبو سجاجيد سمي اللي انت تحبيه المهم انت عاملة حاجة حاجة يعني جميلة جدا عندك في البيت هتوفرلك كمية كبيرة انا مش بخفف الحاجة قوي زي ما انتو عارفين انا بخليها يعني مركزة علشان مش عايزة الحاجة تبقى خفيفة معي وزي ما احنا شايفين شفاف و جميل جدا اخفف اكتر من كده ايه حاجة مما فيش كل حاجة انا عاملها هنا في القناة يعني لو انتم تابعيني وماشيين معي فيديو بفيديو بتجربوا الحاجة اذا الفيديو بتاعي النهاردة ده كله احنا عاملينه اصلا الحاجات المكونات دي كلها الوحدة كل الاضافات عاملينها في القناة دلوقتي بقى انا حجرب لكم ايه شوية كده على شوية مية اما نخففه بالمية يحصل ايه شوفوا التركيز بتاعه في المية ما بيدوبش حتى لما انا لما انا اللي قلبه اهو شايفين حاس بحاجة جلازجة يا جماعة وماشاء الله يعني تقيلة وجميلة وهتنظف معي تخلي الدنيا فل شايفين والله لو عقمت منه كمان سراميك الحيطان لانه هو اصلا للحمامات والارديات وكلها سراميك في سراميك لو عقمت منه الحيطان وشلت منه اي بقع الزيت اي حاجة مش هيقول لا شوفتوا بقى يعني ايه قوة ثلاثية ما تنسونيش بقى لو عجبكم الفيديو وصفتنا النهاردة في اللايك والاشتراك وفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل فيديو جديد في القناة وما تنسوش تتابعوا قيمة التشغيل اللي بسيبلوكو اللينك بتاعها بتاعة كل المنظفات بتاعة القناة في الوصف وفي التعليق ترجمة نانسي قنقر